موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في مطبخ ام التوأم كانت تمنى تكونوا باخروا على اخروا في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله سنحضروا واحد الحلوة بالمكسارات تجي سهلة ورائعة جدا كانت تمنى تعجبكم وتجربوها وتنال استحسانكم اذا بسم الله نرى المقادر وطريقة التحضير بالنسبة لمكونات هذه الحلوة نحتاج 160 غرام من الدقيق الابيض صالح لجميع الاستعمالات قبضة ملح القليل من القرفة خميرة الحلويات الوزن 15 غرامات بيضة واحدة الوزن 60 غرام كأس الى ربع من سكر حبيبات يعني سكر ساندة ما يعادل 100 غرام 80 غرام من الزبدة الحيوانية المذابة المكسرات ونحتاج المكسرات 200 غرام من اللوز الممسوح ومحمر واحد شوية في الفران 100 غرام من القرقاع أو للجوز أو العين جمال المحمر في الفران ونحتاج 200 غرام من الثمر يعني الثمر اللي عندي ممسوح وزوط له العظم يعني منزوع النواة كيفما تلاحظوا هم المكونات سوف نحضر طريقة تحضير في الأول سوف نبدأ باللوز سوف نضعه ونضعه في طحنة الكهربائية سوف نحاول أن نطحنه ولكن لا نطحنه سوف نجعله قليلا حبيبات سوف يأتي بهذا الشكل كيفما تلاحظوا سوف نضعه سوف نضعه في واحد الإناء ونسبة للجوز يعني القرقاء سوف نطحنه ونحاول لا نطحنه حتى يوجد البودرة نضعه باين ونضعه فوق اللوز سوف نضع الثمار للثمار سوف نقطعه قطعه صغيرة ونضعه في الطحنة الكهربائية ونضعه 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 نحاول أن نضعه نضعه حبيبات ونضعه ونضعه فوق المكسرة ونضعه السكر حبيبات ونضعه ملح ونضعه 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 الدقيق الأبيض كما قلت من قبل بأنه صالح لجميع الاستعمالات سوف نحاول نخلط هذه المكونات مع بعض يعني في حالة سوف نبسس سوف نضعه هذه البيضة نضعه ونضعه الزبدة قليلا قليلا حتى نحصل على خالط يكون متجانس وشد فرسه قليلا نحاول نضعه قليلا ونضعه 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 المكسرات لا يمكن أن تلتزم بهذه المكسرات التي وضعت في هذه الحلوة تستطيع تغيره مثلا في عوض تعمل لوت تعمل الكوكا الفول السوداني وفي مكان الجوز تستطيع وضعه مكسرات أخرى لن تلتزم بهذه المكسرات التي وضعت في هذه الحلوة تستطيع وضعه غير الجوز بحده هو التمر تجلبه حلوة ثم أخذت واحد السينية وفرجت ورق الفرن ونبسط الخليط فوق السينية 24 س على 34 س اخذت المدلك هذا صغير حيط لديه ونبسط الحلوة بها وليس لديه المدلك صغير المدلك يمكن تعود غير الكاس وتبسط بها الحلوة من فوق يعني الطريقة سهلة من بعد ما بسطت أنا عندي الفرن كيس خن من قبل سنضخل طيب ونبعد سنخرج من خليها هنا من بعد ما طابت من تحت من خلال من خلال من خلال فقال سنضغط غير قليل حتى تنفخ في الخميرة حلوية نستغر ودخلت حتى تحمر من خلال من خلال من خلال حسن سنضغط من خلال من خلال حتى تبرد ونضع لها شوكولات أو شوكولات عندي هنا شوكولات دوبته في حمام مائي مع ملعقة صغيرة من الزيت وهنا سنضف عليه الموندفلي أو اللوزيفلي اللي كسرته أو لهرسته شوية باليد ونخلطه مع شوكولات هاد المرحلة تبقى اختيارية تقدروا توضعوا غير شوكولات أنا بغيت هاد طبقة ملفق لتعطي قرمشة للحلوة بعد ما خلطت اللوزيفيلي مع الشوكولات سنفرغ فوق الحلوة من بعد ما بردت بهالطريقة هاد ونحاول نساوي هاد الشوكولات ملفق الحلوة بشكل متساوي هاد ملفق هاد ملفق هاد ملفق جوانب كاملة تغطى كاملة بتشوكولات ونخلط اضاف موس او شفرة اللي كان نستعملها في التارتات أو الكيكات ونحاول نبسط التوكولات ملفق الحلوة بشيجيلي مقدم زيان صافي غادي نحركها وحشوية بشكتع نديك اللامعة ملفق وغادي نخليها في التلاجة حتى تبرد مزيان هنا من بعد مدازة تقريبا ساعتين حيتم التلاجة وغادي نحاول نقطع لها الجوانب بهالشكل نقطع لها الجوانب بالأربعة وطبعا هاد الجوانب مغرموهم ونضيعوهم ناكلوهم حتى هماية نحاول نقدوها مزيان سافيدة غادي نقطعها على شكل طولي أو لا أشريط على شكل طولي واللي ما خيط لها خيط مقدم تخليها غل المطبخ استعمال المطبخ وتقوم وتقوم بتقوم بتقوم بها شكل متساوي نقطعها على شكل معين معين طويل على حساب تقدروا تكبروهم أو لا تصغروهم أو لا تقطعوهم معينة كبار أو لا تقطعوهم حتى لشكل مربع عندكم حسن اختيار في التقطاع نأخذ الورق الحلوة هذه الكوغطات صغر نبسطهم حقا ونوضع فيهم الحلوة والتي لا تقوم بفراش على هذه الكوغطات تأخذ غير الحلوة توضعها في الطبق لا تحتاج مشكل حتى هي شدة فرسم سوف نستمر بهذه الطريقة نقطع ونوضع في الكوغطات مباشرة تجيب رائعة تجيب مع الكوبنية ونستمر بالتفضل ونستمر إلى المكونات لا يمكنك العودة من المكونات تجيب عن المكونات من المكونات ونضيف ونضيف زنجلان يمكنك حسن الاختيار يجب نضع بعد وضعت وضعت في الطبق بهذا الشكل هذا كتجي رائعة وبنينا وسهلة في التحضير ما كتاخدش الوقت بزاف التحضير صراحة هنا غدي نقسم لكم واحدة باش شوفوها من داخل كيفاش كتجي كتجي معلكة وكتجي رائعة كنتمنا تعجبكم وتجربوها وتنال استحسن ديالكم وكنتمنا تعملوا لي لايك الفيديو وتشاركوا مع الأحباب والأصدقاء وفي أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة